عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نحل مع بعض مشكلة هذا التطبيق غير متاح في بلدك. طبعا كتير منا بيدخل يحمل تطبيقات من متجر لكن لما تيجي تكتب اسم التطبيق وتيجي تعمل عنه بحس يقول لك هذا التطبيق غير متاح في بلدك. زي ما بيزهر معك في الصورة اللي انا هعرضها دلوقتي. طيب هنحل المشكلة ازاي? الموضوع بمطالة البساطة ان انت هتضغط على اللي هو المتصفح بتاعك وتنتظر الحديثة ما المتصفح بتاعك يفتح. وبعد كده نيجي نكتب هنا في خانة البحس. اي بي كي بيور. تمام كده هوت? وبعد كده هتفتح اللي هو اول خيار ظهر عندك. وبعد كده نضغط على اللي هو خانة البحس. ونكتب اسم التطبيق اللي احنا دورنا عليه في المتجر وما الانهوش. تمام? طبعا التطبيق اللي انا بدور عليه ده تطبيق اليوتيوب اتاحه لصناع المحتوى لتنفيذ فيديوهات والتعديل عليها. هضغط على تمام كده هوت وبعد كده انزل لتحت. هختار اللي هو زي ما حضراتك شايف هننتظر لحظات بسيطة. هو هنا على طول بيقول لي اختار مكان التنزيل. كل اللي حضراتك هتعمله هتضغط على تنزيل. طبعا انا التطبيق ده نزلته قبل كده فهمش هنزله مرة تانية. يبقى بكده حلنا مع بعض بمنطقة البساطة عملية تنزيل تطبيق غير متاح في بلدك من متجر جوجل بلاي. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.